إذا كان عدد سكان الكويت يقترب من أربعة ملايين ونصف المليون نسمة فإن ثلاثة أرباعهم تقريبا من العمان والمقيمين الأجانب ولطالما شكلت هذه النسبة هاجسا لبعض الكويتيين بأن يصبحوا أقلية في بلادهم المسألة ظهرت مجددا إلى الواجهة مع دخول البلاد في أزمة كورونا مع بلدان العالم وامتناع بعض الدول عن استقبال مواطنيهم العائدين من الكويت لذا قدم النائب بدر الملة مع زملاء آخرين له مسوعة قانون التركيبة السكانية في البلاد لتصبح أو لتصحيح الاختلال بين نسبة الجنسيات الأجنبية والكويتية فالاختلال بنظرهم خطر للأمن القومي المقترح يحدد أوزانا نسبية أو نسبة معينة للجنسيات داخل الكويت فمثلا إذا كان عدد سكان الكويت مليون وأربعمائة ألف نسمة فلا يجب أن يزيد عدد الهنود عن 15% من الكويتين أما المصريون وعمال الفلبين واسر ليلانكا ف10% البنغال والنيبال والفيتنام والباكستان فاكتفى بـ 5% و 3% لكل جنسية عدد الجنسيات المذكورة حسب المقترح لا يحقل الجهات الحكومية الموافقة على تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة أهلية أو تحويل سمات الزيارة إلى إقامات عمل أو التحاق بعائل أو تجديد إقامة العامل عند انتهاء عقد المشروع الحكومي وكل موظف حكومي يوافق على استخدام عامل بعد تجاوز جنسيته النسبة المنصوصة عليها ستكون عقوبته قد تصل إلى عشر سنوات في حدها الأخصى أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف دينار يعني 300 ألف دولار تقريبا أو كلا العقوبتين أما الموظف الحكومي الذي يغير إقامة أجنبيا إلى إقامة أخرى ستكون عقوبته بالحض الأخصى السجن خمس سنوات أو 50 ألف غرامة يعني 150 ألف دولار أو كلا العقوبتين إذا أقرر هذا القانون سيكون هناك قرار بمنع استخدام العمالة لحين انخفاض الأعداد الموجودة حاليا إلى النسبة الموجودة في القانون وهؤلاء عددهم مئات الألاف طبعا القانون المقترح يستثني عدة حالات من مثل مواطني دول المجلس التعاون الخليجي العمالة المنزلية رؤساء الدول عائلاتهم أعضاء البعثات الأجنبية أسرهم زوج المواطن الكويتي أبناؤه أيضا وحالات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي كان الناس مختلفين بالأراء والمواقف خليجي وأفتخر يقول بلدنا صغير واجبنا أن نحافظ على مقدرات بلدنا وعلى أمن بلدنا ومن حقنا أن نطالب من خفاض أو بإخفاض العدد إلى عدد قليل جدا السكوت عن ازديادهم المستمر ببلدنا خطأ فادح بلدنا لا تقتلها بهذه الأعداد الضخمة عوض إشقير يقول هذا ليس مقترح تعديل التركيبة السكانية وإنما هو في الواقع تشريع وترسيخ لوضع سيء أستغرب أن يطرح بهذه الصورة التي سوف تزيد من لخبطة التركيبة السكانية بدلا من تعديلها مبارك غازي الدحان يقول تجار الإقامات اختلال التركيبة السكانية لن تحل الأخيرة دون محاسبة المتسبب الأولى عدد ذلك ضحك على ذقون مرشح لكونه مادة دسمة للتكسم أما بالنسبة لهذه التغريدة فأتتنا من الحقيقة هكذا يسمي نفسه الحساب لن تستطيع دول الخليج الاستغناء عن نسبة العظمى من الأجانب لأنهم عبارة عن أيدي عاملة في المهن الدنيا البسيطة إلا في حالة واحدة إذا اشتغل أبناء البلد في تلك المهن وهذا غير متوقع في المستقبل القريب عصمة الخيات يقول اقتراح جيد أتساءل عن آلية التنفيذ في بلد صغير يفتقد الإدارة ويعيش الفوضى أزمة كورونا كشفت الكثير من المشاكل الأمنية والصحية والغذائية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية النائب بدر الملاء الذي تقدم بالاقتراح أوضح أهمية هذا القانون لنستمع لمقال وهذا القانون لا يعالج فقط الاختلال في اعتبار الكويتين أقلية في بلدهم وإنما أيضا والأمر المهم جدا هو تعديل أوزان الجنسيات داخل دولة الكويت حيث أن يكون لكل جنسية وزن لا يتجاوز بنسبة من عدد المواطن الكويتين وليس من عدد سكال الكويت بمعنى لو عدد المواطن الكويتين الآن مليون و400 ألف فإذا قلنا النسبة 10% لهذه الجنسية راح تكون مثلا 140 ألف بحيث لا تتجاوز بمعنى أنه يمنع استخدام أي شخص من هذه الجنسية لحين انخفاض هذه النسبة عن النسبة الموجودة بالقانون شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها